مفتي الجمهورية شيخ أحمد بدردين حسون أنما تبثه قناة الجزيرة القطرية عن انشقاق مدير مكتبه محض كذب وافتراء مؤكدا أن الشخص المزعوم ليس له قيود في وزارة الأوقاف أو في دار الإفتاء ولم يكن مديرا لمكتبه يوما بل كان موقوفا بجرم تزوير وأضف سمحة المفتي حسون أن الشخص المدعي كان طالبا في أحدى المدارس الشرعية وفصل منها لانحراف سلوكه الأخلاقي مطالبا بعثة لجنة المراقبة العربية بزيارة قصر العدل للإطلاع على السجل الجرمي لمن ادعى أنه مدير مكتب المفتي ولتكتشف مستوى الكذب والتلفيق الذي يمارس ضد سوريا